عمل تغييرين لكن هذا تغييرين ما حدث أي فارغ اليوم 45 دقيقة شاهدنا 9 أهداف بمعدل كل 5 دقائق هدف يعني كأنه كأنه نلعب كرة الصالات اليوم فحبيت طريقة بناء هجمة حبيت الضغط شفنا الأهداف من جميع الزوايا اختراق عمق على الجناح الان والاوت الان بوكس اوت بوكس التزديد الجزاء كلا يعني أكو أمور فريق استرالي أتوقع هو المرشح الأول يفوز بها يعني لاحظنا منذ اللحظات الأولى أو بعد الهدف الثاني أصبح هناك انهيار للمنتخب الاندونيسي بالتالي شهية اللاعبات الأستراليات أصبحت مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف طبعا سامكر تألقت في هذه المباراة في شوط الأول سوبر هاتريك هي كان صاحبة الهدف الأول والثاني أيضا فورد سجلت الهدف الثالث ماري فولر الرابع راسو الخامس السابع لعبة كاري والتاسع أمبي يعني كل لعبة حصلت على فرصة لتسجيل هدف أتوقع حارس مار ما راح تسجل اليوم إذا صارت جزاء طبعا أنا ذاكلم عن انهيار المنتخب الاندونيسي اليوم انهيار المنتخب الاندونيسي أتى بعد الدقيقة الداعش ترجمة نانسي قنقر